تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ودعى شيخ الأزهر بهذه المناسبة الجليلة جموع المسلمين في كل أرجاء المعمورة وبخاصة الشباب لاستلهام العبري والعظات من هذه الهجرة المباركة سائلا المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على العالم أجمع وأن تنعم فيه الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعا بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء والأمن والاستقرار